بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عايز اتكلم عن مفهوم التوتوريال هيل ايه هو التوتوريال هيل وازاي ممكن يأثر على الانتاجية بتاعتك وانت ماشي في خلال رحلتك المهنية التوتوريال هيل هو انك تفضل ماشي ورا جحيم التوتوريال من كتر اه مصادر التوتوريال اللي موجودة بقت اه عندنا في اي مجال فا اه اه اول حاجة انت بتعملها ان انت بتبتدي تروح تشوف كورس اه معين تتفرج على اول تلات اربع فيديوهات وبعد كده تزهق اه ما تكملش يخطف عينك كورس جديد فتسيب الكورس اللي انت شغال فيه وتروح تشتغل او تبتدي في كورس جديد وآه الكورس الجديد ده برضو اه تعمل نفس الكلام تتفرج على اول اربع خمس فيديوهات وبعد كده تزهق وبعد كده تروح تتفرج على كورس تاني وهكذا وتفضل في الدوامة دي الى ما لا نهاية تبص تلاقي نفسك عدد ست شهور عدد سنة وانت بدون اي تقدم حقيقي وتلاقي نفسك محققتش حاجة ولا استفدت حاجة من التوتوريال اللي انت بتتفرج عليها فانت بالتالي مش هتبقى استهلكت وقتك في كلام مفيد استهلاك انت كده ضيعت وقتك في كلام مفيد في حاجة اسمها انك تضيع وقتك في كلام مفيد وكلام غير مفيد كده انت ضيعت وقتك في كلام مفيد طب يعني ايه ضيعت وقتك في كلام مفيد يعني ضيعت وقتك في انك تتفرج على حاجة هي الحاجة دي مفيدة بس انت ضيعت وقتك لانك ما استفدتش بها طالما ما استفدتش بالوقت اللي انت تفرجت فيه على الحاجة دي والحاجة دي اثرت في حياتك انت الشخصية او المهنية بشكل او باخر فبالتالي انت الوقت ده ضع على الفاضي. اه ضعف كلام مفيد بس ضع. انت مستفدتش به برضو لنفسك. حلو? طيب. آآ آآ لازم تحط في اعتبارك ان اي حد آآ بيقدم لك او بيعمل لك آآ فيديوهات معينة. هو اهمه ان ان انت تفضل تتفرج عليه وما توقفش فرج عليه. حلو? فانت لازم تبقى آآ على آآ وعي ودراية بايه اللي انت محتاجه. حلو? طيب عشان تحل المشكلة دي هي انك تشوف من اوله الاخره. تشوف ايه بتاعه. تشوف آآ آآ الشرح بتاعه. عامل ازاي? هل آآ هتفهم من الشرح ده سالس بالنسبة لك وهتفهم منه. وتكمل معاه للاخر. حتى لو انت زهقت تفضل مكمل. وافضل حاجة انك تطبق بايدك. ما تفضلش تتنطط ما بين كورس للتاني للتالت للعاشر بدون ما ما يعود عليك بفايدة حقيقية. ان هو يعود عليك بفايدة حقيقية. هو انك تعمل ايه? انك تطبق بايدك. تفهم. تفهم الكونسبت وتطبقه بايدك وتبتدي تعمل عليه وتغير عشان المعلومة تثبت في دماغك. ما توقعش في مشكلة التوتوريال هل اللي ممكن تكتشفها متأخر بعد ما يمر عليك سنة. آآ وتحس انك محققتش حاجة وتحس ان مستوىك لسه ضعيف او انك ما تقدمتش في مجالك. بسبب انك كل شوية بتتنطط من كورس للتاني آآ بدون استفادة حقيقية. اتفرج على كورس قبل ما تتفرج على كورس شوف المحتوى بتاعه عامل ازاي? الدروس بتاعته مغطية الحاجات اللي انت محتاجها ولا لأ? آآ شوف فيديو واتنين آآ للشرح عامل ازاي? هل انت مستسيغ الشرح ده وبتفهمه? ولا مش محبب بالنسبة لك حابب تسمع من حد تاني او تشوف حد تاني? المهم لما تلاقي الحاجات دي كلها متحققها تبتدي بقى في الكورس لحد ما تخلصه وتركز فيه وبعد ما تخلصه تطبق عليه بايدك وتطبق امثلة مختلفة ساعتها انت مش هتبقى ضيعت وقتك في كلام مفيد بالعكس انت هتبقى استفدت من وقتك حلو? ما تخليش آآ آآ جذب الفيديوهات ليك ان هو يخليك آآ تتنطط من للتاني وتبقى فاكر انك انت كده كويس وان انت كده بتستفيد وان انت كده بتقضي وقتك في كلام مفيد طالما الفايدة دي ما عادتش عليك بأثر حقيقي في حياتك حلو? سواء الشخصية او المهنية فانت كده بتضيع وقتك مش بتستفيد بيه.